البلاد ينضم معنا مباشرة مسؤول المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق في كربلاء السيد سالم العبادي مساء الخير ومرحبا بك معنا زيارة السيد قآني إلى بغداد هل جاءت لإقناعكم بنتائج الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم ومشاهدة الفاضلة ومشاهدكم الكرام يعني فيما يتعلق في ظل الأجواء في العيشة وحادثة أول نفس آآ لكم يعني في علمي عن خطف اتصال القاومة وفول منعه في الشكل عام وحركة عصائبه في الشكل خاصة هناك بيان قاضي في الترقص المزعري وكذلك بيان من ترقص المقاومة ما أوضحوا فيه أن القطعي لا يتوجه أن يكون مقاومة لجنة تحقيقية مخصصة تقف على ملابسات كما يروى أنه كافة طائرة مسيرة أن تتفاصل الآخر لو صادق الأمر وكان هو صحة الرواية أنها كافة استهداف بالتالي جميع القوة وطنية هذا البلد ترفض وسنكد هذه الأعمال وتعودها عملية اهداف في الدولة العراقية لا يوجد شخص يحصل وزارة بما يمتلك الصفر هذه القضية لكن نحن نقود بصراحة وكان هناك عبر سماحة الشيخ في يوم الجمعة مساء يوم الجمعة بعد يعني عقب أحداث وجريمة الاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين السلمين أولا لضيق الوقت وأيضا صوتك تقريبا هو غير واضح لكن سؤالي كان عن السيد قآني جاء إلى بغداد عن سبب زيارته يعني هل هو جاء لإقناعكم كإطار تنسيق شيعي بنتائج الانتخابات والقبول بها لا القضية بالفضل لا ينبغي التصوير أننا نتلقى داعات الجهة أو تلك من خارج البدود أو من داخل البدود نحن نمتلك رؤية واضحة وطنية هي التي تسير عملها بالتالي مسألة مقالبة بالحقوق لا نحتاج إلى جهة تقول نتوقف أو لا نتوقف ما نراه على الساحة كل ما يحصل من استهداف وقتل للمتظاهرين وحادثة أول أمس كلها نعدها في إطار ثاني القوى الرافضة لنتاج الانتخابات المفبركة وحجم الزيف الذي حصل فيها من أجل ثانيهم من المضي قدما من أجل كشف تلك المتابسات والمؤامرة التي حصلت والانتخابة على الأصوار نوجد أننا سائرون باتجاه المطالبة وفق القانون والبسطور طبعا من أجل استرداد الحقوق من أجل تبيان الحقوق وهذه الجماهير المرابطة على ضوابة الخبراء والمتظاهرين والمعتصمين سائل واضحة على أننا لا رجعة في مسئلة المطالبة بحقوقها لا رجعة هذا قبل الاستهداف لا بعد الاستهداف سيد سالم لأنه بعد التصعد واستهداف السيد الكاظمي الكثير يتحدث أنه بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رفضكم لنتائج الانتخابات هذه معادلة مغلوطة وخرقاء نحن مطالبتنا قبل الحادثة وبعد الحادثة وحتى لو تكررت مثل هذه البروبوغاندات نحن نقول أسألتنا واضحة وأهدافنا واضحة ومطالبنا حقا وواضحا نحن عندنا طايم وحيث تحقا بأصوات مناخبين البتالي نطالب أنه يتم استرداد الحقوق وتبيان الحقوق بطرق الدستورية والقانونية أما مسألة استهداف هنا وهناك عملية تحاولة جر المتباهرين للحنف المتبادل وقد فشلت كلها كانت تحاول التشويه سمعة القوى الرافضة لنتائج الانتخابات قوى الممالعة بصالي مقاومة منظومة الحجم الشعبي كلها تحاول النساء إلى هذه العناور من أجل التنيهم من أجل الوصول إلى الحقيقة وكشف مدى الزيف الذي حصل والمؤمر التي حصلت في الانتخابات الهزرية التي حصلت قبل فترة هذا كل واضح القضية باتت واضح سواء كانت العملية استهداة منزل رئيس الوزراء أو غيرها أو ما سيلحق من سيناريوهات ربما توضع على الطاولة من أجل كلها من أجل إلساق التهم إلى هذه الفصائل وتنها وإرغامها على القبول بتسويات خجولة وغير سيد سالم هل هناك طرف ثالث؟ هل هناك طرف ثالث للإيقاع بين الفصائل والحكومة؟ يعني من التسطيخ للعقل والتأكير ومن السراجة أن يقال أن يرقى بالتهمة إلى القوى الممانعة للانتخابات للنتائج أو فصائل المقاومة لأنها قبل يوم أن تم الاحتداء عليها بالتالي هل من السراجة لهم أن يذهبوا إلى فصفية تلك أضمي؟ هذا تسطيح للعقل لنعلم جيدا أن هناك شيء ثالث وفي مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية وهي أول المتهمين إن صحت الرواية أول المتهمين ولها سابقة في هذه الأمور من محاولة حتى تخلق عقل جمعي لدى الشباب العراقي أن وجود القوات الأمريكية على الأرض العراقية باتة ضرورة وخاصة بعد اقتراب موعد انسحابها من العراق يعني أمريكا الأمرياء طرف الثالث؟ واحدة من أهم الجهات المتهمة في الحادثة التي حصلت أول أمس واحدة من أهم الجهات المتهمة وإلا أسألك بالله منظومة السيرام التي معروف عنها كيف أنه تقط في هذه الساعة ووقفت وتعطل هي لم تتعطل؟ يعني قبل قليل كان معي المتحدث باسم رئيس الوزراء قال إنه لم تتعطل لكن هذه الطائرة هي منخفضة ولا ترصدها منظومة منظومة الدفع هذا على سلام المتحدث باسم رئيس الوزراء لا صحيح أنا صحيح ليش أنا صحيح ليش وصحيح ليش شخص المعني بنفس اليوم بنفس اليوم صدر بيان للقوات المشتركة العراقية وتم سحبه بعد ساعات والبيان موجود وجه فيه الاتهام بشكل غير مباشر إلى القوات الأمريكية لماذا وكانت العبارة لماذا تعطلت منظومة السلام في سبارة الأمريكية في هذه الساعة ولم تعمل وصحب البيان بعد ضغط أمريكي القضية واضحة نحن لا نرى ماءونا في التفكير في هذه التفاصيل وإلا من التصديق بالفكر أن تتهم شيء لا تنسجم لا مع أخلاقنا ولا مبادئنا ولا يمنع أنه في عملية استهداف مدنيين أو استهداف هيبة الدولة وإذا عادونا واضح وأمام ولو أردنا أن نعمل دعملنا من زمن البعيد هذه مو أخلاقنا هذه القضية واضحة ودينت البيانات كانت واضحة ما تريدون التربنات البيانات كانت واضحة في استهجان واستنكار في هذه الأفعال التي تحصل وفي ذات اليوم يوم الجمعة وفقط هذه النقطة يجب أن تتبح جميع المشاهد يوم الجمعة على جريمة استهداف المتظاهرين وقتهم ورصابة العشرات الشيخ الأمين صرح بتصريح واضح قال سيتم استهداف المنطقة الخضراء من قبل جهات مخابراتية وإلساق التهمة إلى فصائل من أجل عدم السير في كشف ملابسات استهداف المتظاهرين من الآمر غير الفاعل من الآمر في عملية الاستهداف وحرق الخيام واستهداف المتظاهرين الأرسالة كانت واضحة وكانت هناك معلومات لكن لم يكن هناك إجراء جدي من قبل الحكومة العراقية إزادة التصريحات والأنباء أنظم معنا سيد سالم الأبادي عضو المكتب السياسي للعصائب في كربلاء شكرا أنظمكم معنا